بسم الآب والابن والروح القدس أمين سبت الأسبوع الخامس من زمن صليب ربنا يسوع المسيح أسبوع الحادي عشر على صليب انفجار مرفأ بيروت أقرأ من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس ماركوس الذي بشر العالم بالحياة ماركوس 12 28 34 دنى إلى يسوع أحد الكتبة وكان قد سمعهم يجادلونه ورأى أنه أحسن الرد عليهم فسأله أي وصية هي أولى الوصايا كلها أجاب يسوع الوصية الأولى هي اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا هو رب واحد فأحبب الرب إلهك من كل قلبك وكل نفسك وكل فكرك وكل قوتك والثانية هي هذه أحبب قريبك كنفسك ولا وصية أخرى أعظم من هاتين الوصيتين فقال له الكاتب أحسنت يا معلم بحق قلت واحد هو الله لا إله آخر سواه وحب الله من كل القلب وكل العقل وكل القوة وحب القريب كالنفس هما أفضل من كل الذبائح والمحرقات ورأى يسوع أن الكاتب أجاب بحكمة فقال له لست بعيدا من ملكوت الله وما عاد أحد يجرؤ أن يسأله عن شيء حقا والأمان لجميعنا منكمل هالأسبوع بتأملاتنا بصلب كلمة الله صلب كلمة الله هو هذا الكاتب هالمرة منه في الريسي هو كاتب يعني بيفهم بالكتاب مضبوط وسأل اللي بنلاحظ بهالإنجيل هايكي انتقالات صغيرة فينا نستفيد منها مش عبقول هي مقصودة إنما نحن فيها نستفيد بالتفسير فيها بيسألوا هالكاتب ليسوع ما هي أولى الوصية يسوع بيقل له عن الوصيتين معقول واحد اسألوا أية هي أولى الوصية بيقل له الأولى والتانية ما طلب منه يقل له التانية إنما يسوع أصر عليه الأولى يلي هي بالعدل قديم والتانية يلي هي عامل الانتقال يلي يسوع بده يبشر فيه يلي بده أحبب قريبك كنفسك لأنه بعدين بده يرجع يسألوا ومن هو قريبي ومن هو قريبي اللي هي كل الأضيية بموضوع الإنجيل بموضوع بشارتنا إنما منلاحظ أنه هذا الكاتب يلي تنور عقله لأنه التقى بكلمة الله ويسوع دخل بعقله دخل بفكره هو اللي جمع الفكرتين بفكرة وحدة هو اللي جمع الوصيتين بوصية وحدة فالكاتب عم بيقل له ليسوع الشخص اللي يقف قدامه أحسنت أحسنت يا معلم بحق قلت واحد هو الله لا إله إلا سواه وحب الله من كل القلب وكل العقل وكل القوة وحب القريب كالنفس هما أفضل من كل الزبائح والمحرقات أعمل وصية وحده ما إلا يسوع خل الكاتب يقولها خل الكاتب يقولها تقول الواحد مننا يقولها أنه الله واحد عظيم الله واحد للكل لكل البشر الله واحد ما حدا عنده مشكلة فيها نحن المسيحيين نصر مع الواحد أنه سالوس سبب أنه سالوس لأنه يسوع دخل القريب كالنفس كالله يعني جمع الله بالقريب والقريب بالله وبالنفس وما فصل بيناتهم حتى صار الله والقريب والأنا ثلاثة في واحد إذن الله ليس مجرد هو واحد عظيم إلى الجميع بس ليس مجرد هو موجود في الآخر وموجود في أنا ما بقدر حب الآخر إلا من خلال كلمة الله وما بقدر حب حيلي إلا من خلال كلمة الله لا يستوي هذا الكلام إلا على أساس واحد أنه كلمة الله يلي هي بعقلي وعقلك وعقلك للإنسان هي زيتها بخدمة كل الوشر الكلمة السواء التي تجمع المتفرقات تجمع حتى المتناقضات الكلمة السواء فبعطي مثل كتير بسيط كمان هك بساعد أنه بقوله هك بمثل إذا عطيت واحد ألف ليرة وعطاك ألف ليرة وكل واحد راح عبيته شو بيغتني هالكل واحد مننا ما حدا بيغتني شي لأنه بعده كل واحد منه ألف ليرة بس إذا أنا عطيتك كلمة وأنت عطيتني كلمة أو عطيتك كلمة وعطيتيني كلمة حكمية واتناقشنا وكل واحد راح عبيته شو بيكون معه كلمته والكلمة اللي أخدها زيادة بيكون غتنى كل واحد مننا بيكون غتنينا بالكلمة اللي عم نتشاركها سوا اللي هي كلمة البسيح إذا كلمة رزالة إذا كلمة التجارة تكون تجارة ولكن كل هيدك بقصم وبفصخ وبيخلق مشاكل كلمة المسيح حتى بالتجارة بتحسن التجارة حتى بالحرب بتحسن الحرب حتى بالسلم بتحسن السلم كلمة الله هي الكلمة التي توحد ما بين العهد القديم والعهد الجديد هي التي توضح بأن الله ثلوس أقدس لأنه خلقنا على صورته كمثاله ما فينا نطلع منها العلاقة السلوسية والله معكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر